إذا صلى رجل قبل الأذان ما كان يعرف صلى قبل الأذان ثم تفاجأ وأذن المؤذن يعني صلى قبل الوقت فقيل له في ذلك قال لا أنا خلاص صليت يا أخي علي بارك الله فيك لا ما صلى هو ما صلى الفرض صلى النفل انقلبت هذه الصلاة إلى نفل لماذا لأنه صلىها قبل وجود سببها وسببها دخول الوقت دخول الوقت و ربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت له ابتداء و له انتهاء و النبي عليه الصلاة و السلام صلى به جبريل مرتين و قال الوقت ما بين هذين فمن صلى قبل أذان الفجر الثاني إنما هذا من قيام الليل من صلى قبل أذان الظهر هذا من صلاة الظحى من صلى قبل أذان العصر هذا من سنة الظهر من صلى قبل أذان المغرب هذا في غير وقته لا سنة ولا نفل لا سنة ولا فرض من صلى قبل أذان العشاء قبل وقتها قبل الأذان فقد صلى قبل الوقت هذا من سنة المغرب و يجب عليه لا يجوز له أبدا و قال أنا صليته خلاص لا هي مش قضية والله أنا حمل على ظهري و رميته أو ثقل على كاهليه و نزلته لا هذه عبادة لا بد من توفر شروطها و من شروط الصلاة دخول الوقت دخول الوقت فأخبره بارك الله فيك أنه لا صلاة له لا صلاة له و كون أخطأ يؤجر إن شاء الله على اللي صلى لأنه سنة و بعد الصلاة بعد الأذان يصلي الفريضة